بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبع صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد ثم أما بعد إن شاء الله بدنا ناخد الأورال هايبو إجليسيميك إيجنت اللي رح أستخدمها أولي في الديابيتك طايب 2 الآن في أنا عندي الأورال هايبو إجليسيميك إيجنت في أنا عندي أدوية بتزود الإنسولين ريليز من سميها إنسولين سيكريتا جونس وفي أدوية بتزود إنسولين سينسيطايزر يعني بتزود إن الريسبتور مور سينسيتيف للإنسولين يسير وفي أدوية من سميها ألفا إجلوكو صيديز إنهيبتور وفي أدوية من سميها داي بيبتيديل بيبتيديز تايب 4 إنهيبتور هناخد واحد واحد إن شاء الله عز وجل طبعا أول مجموعة الثيازوليني دايون هدول الأدوية إيش بتسوي؟ إحنا قلنا هدول الأدوية بتقلل الريزيستانت تبعت الإنسولين عن طريق إنه بتزود السينسيتيفتي تبعت الرسبتورات للإنسولين الرسبتور تبع الإنسولين اللي في المصل والأديبوز الأديبوز وكمان بتروح على الليفر وبتقلل من الليفر من صناعة الجلوكوز إذن ثيازوليني دايون الثيازوليني دايون طبعا رمزه مشهور ثيازوليني دايون هذا الرمز مشهور يا أخواننا تمام؟ بيروح على رسبتور الإنسولين في المصل والليبد وبزود السينسيتيزيشن وبيروح على الليفر وبقلل من صناعة الجلوكوز فهم بيقللوا الفاستينجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيج تمام فلو كان مثلا الفاستنج الكلوكوز كان مثلا عبارة عن 9 مثلا أنا بقول فإنه هذه الثيازولي ديني دايون كفيلة تخلي الكلوكوز من 9 كفيلة تنزله إلى 8 مثلا أو تنزله إلى 7 فهي بتنزل الفاستنج الكلوكوز من 1.9 إلى 2.2 يعني تقريبا بتنزله 2 ملي مول بير ليتر يعني لو كان 9 ممكن هذه الأدوية تنزله إلى 7 تمام وبتقلل الجليكوزيليتد هيموغلوبين تمام من 0.5 إلى 1% احنا قلنا الديابيتس عشان يكون دايابيتس لازم يكون الهيموغلوبين A1C لازم يكون فوق الستة ونص فوق الستة ونص يعني لو لقيته مثلا سبعة فإنه هذا على السريع دايابيتك دايابيتك فهذه الأدوية كفيلة لو كان سبعة تخليه مثلا ستة ونص تخليه ستة يعني تقلله نص في المية لواحد في المية لكن يخونا تأثيرها بده وقت بده تقريبا ست أسابيع عشان تصل إلى maximum effect تبعتها وهذا أول عيب لهذه الأدوية أول مشكلة لهذه الأدوية إنه بدها وقت ستة أسابيع يعني تقريبا شهر ونص تاري مشكلة إنه هذه الأدوية بتعمل فلما تعمل لي فلويد ريتينشن بتعمل لي إديمة فلما تعمل لي إديمة هي كونترانديكيشن في الأشخاص الكونجستد هارت فيلر لأنه راح تعمل لي إفلويد ريتينشن فالشخص اللي من الأصل عنده كونجستد هارت فيلر اللي مش قادر يعمل كارديك آوت بوت تروح تعمل كمان تعمل لي إفلويد ريتينشن راح يقع القالب راح يتجنن على الفاضي يعني راح يتعب كتير الآن عشانها يا أخوانا بتعمل لي فلويد ريتينشن أكيد راح تعمل ويت جين ويت جين يخوانا ما هو بزيد الوزن تمام الآن هذه الأدوية تمام بتعمل لي هايبوغليسيميا بس بشرط 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 إنه تأخذ هذه الثياة زوليديني دايون تأخذها مع إنسونين أو تأخذها مع أدوية بتزود إفراز الإنسونين يخوانا هدول الأدوية هدول الأدوية تمام هم بيعملوا هايبوغليسيميا لا هدول الأدوية ما بيعملوا هايبوغليسيميا يخوانا هدول الأدوية وظيفتهم يقللوا لغلوكوز المرتفع ولكن ما بيعملوا هايبوغليسيميا إلا الأدوية اللي بتزود من إفراز الإنسلين اللي هو منسميه إنسلين سكريتوري اللي بتزود من إفراز الإنسلين اللي هو الصلفونيليوريا والميجليتنايد إخوانا الآن هدول الأدوية بزوده من إفراز الإنسلين فالإنسلين هو اللي بيعمل هايبوغلايسيميا لكن باقي أدوية الأورال Hyperglycemic agent هذه الأدوية إخوانا ما بتعمل لهايبوغليسيميا هي بتنزل لغلوكوز يعني لو كان الشخص هايبوغليسيميا بتنزل لغلوكوز لكن مش لدرجة تعمل هايبوغليسيميا متى بتعمل هايبوغليسيميا إذا كان هذه الأدوية بتزود الإنسورين ريليز أو إذا أنت أخذت هذه الأدوية مع الإنسورين الآن هذه الأدوية بتعملي مشاكل في الليفر مشاكل في الليفر هي مع الأشخاص اللي عندهم طبعا هي بتعمل فبتزود الهدل وبتقلل لتراي إجليسراي في أخوانا كويسي للليبد كويسي إيش للليبد تمام لكن يا إخوانا هذه الأدوية نادر نادر أنه الواحد يستخدمها طب ليش بل إنه يا إخوانا إن منعت في بعض المناطق يعني اطلع هنا في الريدز والأي أم إي ريكميندد صار أنا عندي صص بنتد لهذه الأدوية في الماركت إن منعت إن منعت طب ليش حاجة حنشوف الآن في أنا عندي دواء طبعا كلها بتنتهي إجليتازون 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 البايو إجليتازون إجليتازون وي روزي إجليتازون وليترو إجليتازون وليترو إجليتازون الآن لترو إجليتازون إن منع بالمرة 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 لأنه بيعمل لي لفر توكسيسيتي عنيفة تمام البايو إجليتازون إن منع لأنه بيعمل لي إبلدر إتيومور يعني طلع هان البايو بعمل لي البي مع البي الروزي جاي انا بس هيك للحفظ من كلمة روز روز اذا الروزي جاي اخونا من كلمة روز للحفظ فقط روز يعني وردة حالكي اخونا لما انت تمام بتعطي واحد وردة بصير يحبك والحب مصدره القلب فالروزي جليتازون بتأثر على القلب فبتعمل لي كارديو بيضل مين بيضل لترو جليتازون بيعمل لي هباطايتست اذا البيو البي مع البي بتعمل لي بلادر تيومور الروزي حالكي اخونا اذا اخونا هادي هادي ال-A-D-R عبارة عن شركة شركة للأدوية موجودة في امريكا تمام في امريكا فبتقول لك امنع هذا الدواء ما تمنعش هذا الدواء ال-E-M-A يعني هادي اخونا زي ال-F-D-A زي اخونا ال-E-M-A زي ال-F-D-A لكن خاصة لأوروبا يعني اخونا هدولا الأدوية انمنعوا من السوق في اليونايتد ستيت وفي أوروبا انمنعوا من السوق في الفين وعشرة ليش؟ الروزي بيعملي كارديو باسكورر توكسيسيتي ال-Bio بلدر اتيومور لترو هباطايتس لكن اللي انمنع على مستوى العالم ككل على مستوى العالم لترو إجليتازون لأنه بيعمل ليفر توكسيسيتي فانمنع على مستوى العالم كله لكن بعض الدول خاصة الفقيرة فهذه الأدوية رخيصة بعض الدول الفقيرة ضلتها بتستخدم ال-Bio إجليتازون والغوزي إجليتازون تمام تمام إذن يخواننا هذه الأدوية الثيا زولي ديني دايون بتقلل الإنسولين ريزيستان تمام طبعا مع العلم يا أخواننا إنه هذه الأدوية برضو بتزود البون إفراكشن البون إفراكشن خاصة ال-Rosey إجليتازون ال-Rosey إجليتازون نيج على ال-Big وينايد ال-Big وينايد يخواننا ال-Big وينايد ال-Big وينايد برضو تقريبا نفس الثيازولي نيدي دايون تقريبا نفسها في بعض الشغلات إنه بتقلل الليفر إنه يصنع جلوكوز بتزود الإنسولين ميديات بريفرال جلوكوز أبتيك إيش يعني هيت أخواننا إيش كانت وظيفة الإنسولين إنه يخلي ال-بريفرال تيشوز تاخد الجلوكوز فال-Big وينايد بتزود كفاءة الإنسولين على الرسبتورات في ال-بريفرال تيشوز إنه عشان تعمل أبتيك للجلوكوز يعني قصده بتزود يعني قصده بتجلل ال-resistant برضو ال-Big وينايد بتجلل ال-absorb شين تبع الجلوكوز وهذا مهم وهذا مهم ال-Big وينايد بتجلل ال-absorb شين تبع الجلوكوز فبصير الجلوكوز يخرج في ال-Stoal أو في الفيسز تمام يعني بجل ال-absorb شين تبع الجلوكوز عشان يخواننا تجلل من الجلوكوز اللي رايح على البلد وايضا بتزود من ارتباط الانسولين بالريسبتور تبعته بتعمل enhancement تمام هالحين هي بتعمل decrease للfasting الجلوكوز من 3.3 ل3.9 يعني تقريبا بتقدر تقللها 4 ملي مول بير ليتر يعني من 3 ل4 ملي مول بير ليتر يعني لو كان هذا الشخص 9 9 في البيتا تزود الانسولين ما بيعمل هايبو إغلايسيميا اللي بيعمل هايبو إغلايسيميا فقط الأدوية اللي بتزود الانسولين إغلايس واحد يخوانا هان كان يقول من نص لواحد كان يقول لك من اثنين يعني هانا كان يقلل الفاستن بلازمة تقريبا 2 ملي مول وكان يقلل من نص لواحد لكن هانا صار يقلل من واحد لتنين صار يقلله والفاستن تقريبا بيقلله من 3 ل4 شوف قديش النسبة طبعا تأثيرها أفضل من الطياء زولينيدي دايون طبعا والبيقوين بيقلل الانتستين الابزوربشن للجلوكوز وبالتالي بيصير الجلوكوز يخرج في اليورين يخرج في الستول وبالتالي لما بيصير الجلوكوز يخرج في الستول هزيون بيصير فرمنتاشن للجلوكوز لأنه يخوانا بتصير البكتيريا تتغذى على هذا الجلوكوز فبيصير يخوانا فرمنتاشن للجلوكوز فبيصير عند المريض النفخة النفخة لأنه البكتيريا لما تتغذى على الجلوكوز بالفرمنتاشن بتصنع بتصنع الجاز بتصنع الغاز هذا الغاز بيخليه عند المريض في البطن أبدومينال ديسكمفورتابل تمام أو بيصير عنده نوزيا وفوميتينج ودياريا ليش ما هو يخوانا لما الجلوكوز يخرج في الستول ما هو يخوانا البيجوي نايد البيجوي نايد بتقلل الانتستين الابزوربشن للجلوكوز فإنت لما تاكل الجلوكوز الابزوربشن تبعه بجل فبيصير يخرج في الستول فبيصحب مع المية أزيونو وين ما كان الجلوكوز موجود بيعمل لي أزموتك للووتر بشفط مع المية لما بشفط مع المية بيعمل لي دياريا نوزيا وفوميتينج لأنه بيعمل لي خربطة في الجي آي خربطة في الجي آي طبعا يخونا بيعمل لي برضو متالك تيست هذي من كل أدوية الإنسولين الوحيد اللي بيعمل لي متالك تيست البيكوينايد البيكوينايد وبيعمل لي أنوريكزية الآن البيكوينايد بيعمل لي يعني بيخلي الجلوكوز يتكسر بالآن أروبك بالآن أروبك بالآن أروبك فلما يتكسر بالآن أروبك بيصير يتكون بايروفيك أسد اللي رح يتحول إلى لاكتك أسد فبيصير أن عندي عندي المريض بيزيد اللاكتك أسيدوسيز لكن يا أخوانا هي رير هي إيه شرير بما أنه البيكوينايد برضو بيقلل من الابزوربش انتبع الجلوكوز فبرضو بيقدر يقلل الابزوربش انتبع الفايتامين بي 12 الفايتامين بي 12 تمام البيكوينايد برضو بيضبط الليبد بيضبط الليبد بروف الليبد فبيقلل الالدي ال ولتراي إيس الاجليسارول لكن سمول أماونت وأنا أخوانا إشي جميل عند مريض السكر أروح أقلل من أو أروح أزبط من عنده الليبد إشي كويس جدا كمان ما بيعمل صوديوم أو ما بيعمل ووتر ريتنشين فما بيعمل إيديمة فما بيلعب دور في البلد برشر فما بيعمل لي زياد يعني ما بيأثر على البلد برشر وبالتالي بقدر أعطيله للأشخاص اللي يعندهم كونجستد هارت ثيلر لأنه ما بيأثر على البلد برشر ما بيعمل ويت جين ويت جين ما بيعمل عارفين يخوانا بل إنه ممكن يعمل ويت لوس وإشي جميل جدا أصلا يخوانا الديابيتس طيب تو بيكون من الأصل أوبيزيتي فجميل جدا تعطيله ويت لوس بل إنه يخوانا البيجوي نايد أصبح يستخدم للضاييت أو للرجيم أو للتخسيس أو للسمنة لعلاج السمنة عشان كده أول ما تشوف شخص عنده أوبيزيتي في السؤال وبدك تعطيله دغري بدك تعطيله يخوانا إيش البيجوي نايد على السريع لأنه البيجوي نايد ممكن يعمل لي ويت لوس يقلل الوزن آه ممكن آه ممكن طبعا هو يخوانا كونتراندكيشن في الرينال والليفر فانكشن كونتراندكيشن في إمبيرمنت رينال والليفر فانكشن لأنه بخرج عن طريقهم بخرج ما هو يخوانا هذه الأدوية بيسير إلها متابوليزم في الليفر وإكسيكريشن في الرينال تمام البيجوي نايد نوعين الميت فورمين اللي هو مشغور باسم الميت فورمين وفي أنا عندي الميت فورمين إكستيند ريليز الميت فورمين هايدرو إكلورايد إكستيند ريليز اللي هو غلوكوفاج إكس آر هقيت إيش الفريق يخوانا اسمه مت فورمين إكستيند ريليز يعني لونج أكتنج الفريق بس إنه الميت فورمين إكستيند ريليز أو غلوكوفاج إكس آر لونج أكتنج لأنه بصير يعمل ريليز للدوة شوي شوي طبعا يخوانا هذه كلها أورال يعني لما إحنا بقول أو يعني طلع هنا طلع أورال هايبو إغريسيميك إيجات يعني هذي كلها أورال لكن يخوانا لما إحنا بنقول مت فورمين إكستيند ريليز إنه هذا الميت فورمين لما أنت تاخده أورال التابلت تبعته بعمل لبريش للدوة شوي شوي أما للدوة نفسه نفسه يعني يخوانا الميت فورمين هو نفسه الميت فورمين إكستيند ريليز لكن إيش الفريق بس إنه لدوريشن أوف دي أكشن تبع الميت فورمين إكستيند ريليز لونج دوريشن أوف دي أكشن لأنه التركيبة الكابسول أو تركيبة التابلت بتخلي شوي شوي لبريش للدوة كمان يا إخوانا بس أنا الدكتورة ما ذكرت هالشي إنه الميت فورمين ممكن نستخدمه في البوليسيستيك أوفيريان سندروم الميت فورمين ممكن نستخدمه في البوليسيستيك أوفيريان سندروم لكن الدكتورة ما ذكرت هالشي الآن في أخوانا البيجوينايد يخوانا عارفين مريض الديابيتس مريض الديابيتس في الغالب لازم يكتبوله بيجوينايد لأنه معظم أدوية الديابيتك الأورال هايبوغريسيميك إدراج معظمها بتزود الوزن تعمل لي ويت جين فبيعطوا معاها البيجوينايد عشان تعمل لي ويت لوس ويت لوس تمام إذن أخذنا الدويين اللي بيزوده الإنسولين سينسيطايزر البيجوينايد والثيازوليديني دايون تمام نيجي على الأدوية اللي بتزود من الريليس تبع الإنسولين اللي هو الصلفونيل يوريا أول ما تشوف صلفونيل يعني في أنا عندي صلفاء يعني بعض الأشخاص رح يكون عنده من هذه الأدوية الصلفوني اليوريا سميت بهذا الاسم لأنه هذه الأدوية عنيدها الصلفة يوريا الصلفة يوريا يعني الصلفة يوريا يعني أخوانا عنيدها الصلفة يوريا يعني هانا بدأوا رجيكوا هاي أخوانا هاي 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 المجموعة من سميها صلفة يوريا هاي المجموعة من سميها صلفة يوريا صلفة يوريا فكل أدوية الصلفونيل يوريا عنيدها هاي المجموعة اللي هي صلفة يوريا إخوانا إحنا قلنا الأدوية اللي بتزود للإنسولين ريسبتور بتزبط الليبد يعني إلها تأثير شوية على الليبد فبتزبط إيش الليبد لكن الأدوية اللي بتزود للإنسولين ما بتلعبش أي تأثير على الليبد طيب هجلت إخوانا بيأتي الصلفونيل يوريا بيعمل بلوك للبوتاسيوم إتشانيل هاي اللي موجودة في البيتا سيل تبعة البنكرياس فالبوتاسيوم إتشانيل بيضله متجمع جوا بيضله متجمع جوا فبيروح البوتاسيوم إتشانيل إخوانا الصلفوني اليوريا بتعمل بلوك للبوتاسيوم إتشانيل هذا البوتاسيوم إتشانيل كانت وظيفتها تعمل ريليز أو إيفلاكس للبوتاسيوم فالبوتاسيوم رح يظلوا متجمع داخل البيتاسيل فبيصير أنا عندي دي بولاريزيشن هذا بفتح طنوات الكاليسيوم فبدخل الكاليسيوم فبيعمل ريليز للإنسورين فإذا إنت عملت إيش ريليز للإنسورين إذا الصلفون اليوريا بتعملي ريليز للإنسورين عن طريق بلوك البوتاسيوم غير كده بتعملي دي كريز الريليز للإجلوكاجون دي كريز الريليز للإجلوكاجون تمام إذا الصلفون اليوريا إنكريز الإندوجينيوس إنسورين سيكريشن هي بتعمل دي كريز طبعا بما إنه بتزود إفراز الإنسورين إذا بتقدر تعملي هايبو جليسيميا على السريع بتقدر تعملي إيش هايبو جليسيميا تمام المهم هي بتقلل الفاصلينج جلوكوز من 3.3 إلى 3.9 نفس قضية البيج وي نايد اللي هو الميت فورمين أو الميت فورمين إكستيند ريليز يعني البيج وي نايد وبرضه بتقلل الهيمو جلوبين من 1 إلى 2% وبالتالي نفس قضية البيج وي نايد بما إنها بتزود الإنسورين أي دوة بزود إفراز الإنسورين بيقدر يعمل هايبو جليسيميا لو أنت أخذته بجرعات كبيرة في أوروبا بتلاقي ناس بيشربوا الكحول فبعمل الصلفون اليوريا فيشيال إفلاشينج إذن بيعمل فيشيال إفلاشينج الصلفون اليوريا لما الناس تشرب إيش الكحول عارفين كيف بدك تحفظها صلفة فا 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 إفلاشينج إفلاشينج فيشيال إفلاشينج آه زي باقي أدوية الأورال هايبو جليسيميك بيعمل لي ويت جين إحنا قلنا معظمهم بيعملوا ويت جين مع هذا البيج وي نايد عشان كده ممكن أنا أعطي البيج وي نايد وصلفون اليوريا عشان البيج وي نايد يعمل لي ويت لص يعاكس شغل الويت جين هاي إحنا قلنا بما إنه إحنا قلنا الأدوية اللي بتشتغل على الليبيد هي اللي كانت تشتغل على الريسبتور تبع الإنسولين على السنسيطايزر لكن هادي الصلفون اليوريا بتشتغل على إفراز الإنسولين إفراز الإنسولين فما بتلعب أي دور في الليبيد ما بتلعب أي دور إيش في الليبت وهي أرخص نوع ليست رخيصة جدا يعني هذه الأدوية رخيصة هذه الأدوية تقسم إلى اللي انمنعت بشكل كامل يعني انمنعت بشكل كبير جدا 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 ممكن ما عدا ممكن ها ممكن أنا بتكلم ممكن بعض الدول تستخدم لعلاج الدكتورة ما ذكرتش هذه المعلومة لكن ممكن أستخدمه للنفروجينيك ديابيتس انسبيدوس للنفروجينيك ديابيتك انسبيدوس ما علينا الفيرس جينيريشن كلها منعت في قضية الأورال هايبو إغليسيمي كدرك طب ليش لأنه الأدفيرس إفكت تبعتها كانت عنيفة وكانت البوتنسي تبعتها قليلة البوتنسي الفيرس جينيريشن بتنتهي به أمايد 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 كلور برو با مايد طولازامايد طولبيوتامايد أسيتو هيكسامايد أسيتو هيكسامايد أما السكن جينيريشن لا تستخدم وبكثرة وبشكل شائع تستخدم فالصف هitched الجينيريشن الزو تبدأ بـ إقلاي 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 طلع إقلاي 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 إبیورايد إقلاي می بيرايد إقلاي بزايد إقلاي اللي هو تستخدم وتستخدم بكثرة وكمان يخواننا برضو تستخدم احنا قلنا هو الماب يستخدم بطل يستخدم أفضل والأدفاس إفكت تبعته إيش أقل يخواننا السلفونيليوريا بيصير أنا عندي درج درج انتر اكشن الآن السلسيلات والسلفونيمايد السلفونيمايد أنا هدولة يا إخواننا عبارة عن سلفونيليوريا لكن هذا عبارة عن سلفونيمايد لها شغل ثاني خالص المهم يعني مش في السلفونيمايد والسلسيلك أسد هدولة يا إخواننا بيرتبطوا في البروتين فبيعملوا للسلفونيليوريا فبيرتفع تركيز السلفونيلي لفري سلفونيلي في البلد فبيصير عند المريض هايبو إغريسيميا أيضا يا إخواننا السلفونيمايد أو السلفونيليوريا السلفونيليوريا أنت بتتخلص عنها منها عن طريق السيتو كرون بي 450 فأي دواء بيعمل انديوسر للسيتو كرون بي 450 زي الريفنبين والفينيتوين ها رح يزود من تكسير السلفونيليوريا وبالتالي مش راح تستفيد من السلفونيليوريا فرح يظل عندك هايبار إغريسيميا أما بيعمل انهيبيتور للسيتو كرون بي 450 فمش راح تكسر السلفونيليوريا زي مثلا السيميتيدين فالسلفونيليوريا رح يظل موجود لفترة أطول فبيعمل لي هايبو إغريسيميك أيضا إخواننا الريديوس بواسطة الرينال إليميناشن السلسيلية والآلو بيورينول بيعملوا كومبيتيش على مكان خروج السلفونيليوريا على مكان خروج السلفونيليوريا فهم بيصير إليهم إكسيكريشن بدل السلفونيليوريا فالسلفونيليوريا بيقل الإليميناشن تابعه فبيضلوا موجود في البلد فبيعمل لي هايبو إغريسيميا آخ والله هذولا أدوية كتير هالحين يا أخواننا طبعا بس بدنا نركز إنه السلسيلية والسلسيلية السلسيلية هنا هو نفسه هنا بيشتغل بمكانزمين إنه إنه بيزود السلفونيليوريا في البلد الآن هاي يا أخواننا الأدوية بتقلل من كفاءة السلفونيليوريا كيف يعني مثلا 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 نيجع على السيمباتو مايماتيك هالجيتي يا أخواننا البيتا أغونيست البيتا أغونيست إيش كانت وظيفتها كانت وظيفة البيتا أغونيست تزود الجلوكوز في البلد يا أخواننا الكورتزول الكورتيكوستيرويد ايش كانت وظيفتها تزود الجلوكوز في البلد طيب السلفونيل يوريا ايش كانت وظيفته تقلل الجلوكوز من البلد فانت لما تعطي الاثنين مع بعض فراح يقل كفاءة السلفونيل يوريا تمام طيب نفس القضية يخوانا يخوانا عارفين يش بيعمل لي بيعمل لديوريتك اوبنينج للبوتاسيوم هاي اوبنينج للبوتاسيوم هاي بيعمل لها اوبنينج فبعاكس شغل السلفونيل يوريا فبيقلل من كفاءة السلفونيل ايش يوريا الانتي سايكوسيز بتعمل انديوصل للسيتوكروم بي 450 اما هاي الادوية هاي الادوية بتقلل من هاي الادوية بتزود من فعالية السلفونيل يوريا يعني مثلا الازول انتيفنغل اللي كان يعمل سيتوكروم انهيبيتور فراح يقلل تكسير السلفونيل يوريا فراح يزود من فعالية السلفونيل يوريا يعني راح يعمل لهايبوغليسيميا ونفس الكلورام في نيكول نفس قضية نفس قضية الماو انهيبيتور الان هدول التلاتة البروبين سيد والساليسيليك أسيد والسلفونيمايد بيقللوا من الاليمينيشن تبعت السلفونيل يوريا عن طريق الكمبيتيشن تمام نيجع علي اخوانا البيجليتينايد البيجليتينايد بالضبط 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 نفس قضية السلفونيل يوريا عارفين ايش اللي بيفرقو حاجة واحدة انه الاشخاص اللي عندهم الليرجي من السلفونيل يوريا بتعطيهم بيجليتينايد البيجليتينايد البيجليتينايد بيعمل استيميوليشن للانسولين ريليز تمام طبعا والشغل التاني للبيجليتينايد انه رابد رابد انست اف دي اكشن وكمان شورت ديوريشن بالمقارنة مع السلفونيل يوريا يعني البيجليتينايد اصرع عارفين يا اخوانا عارفين في بعض الدكاترة بيقول لك خود البيجليتينايد وانت جاعد على صفرة الاكل خود البيجليتينايد وانت جاعد على صفرة الاكل تخيل من كترة ما هو رابد انست اف دي اكشن وشورت ديوريشن طبعا بالمقارنة مع السلفونيل يوريا طبعا هو بيعمل بلوك لالاتب بوتاسيوم تشانيل طبعا هو بيقلل البوست براديان جلوكوز ما احنا قلنا ابتاكلوا انت على صفرة الاكل ابتاكلوا فياخوانا اكيد رح يقلل من البوست براديان جلوكوز احنا الاجلوكوز ارتفاع الاجلوكوز بعد الاكل مباشرة هذا المنسميه بوست براديان فهو بيقلل البيك لارتفاع الاجلوكوز بعد الاكل مباشرة طبعا بيقلل بلازما جلوكوز من 3.3 إلى 3.9 نفس اللي قبل بيقلل الهيموغلوبين A1C من 1 إلى 2 نفس اللي قبل والسايد افكت هايبوغلايسيميا لكن لس ذان سالفونيل يوريا بيعمل لي ما هو اخوانا السالفونيل يوريا لها اللونج دوريشن أوف دي اكشن فبتقلل الاجلوكوز لفترة طويلة فممكن تعمل لي هايبوغلايسيميا لكن الميج لتنايد انت بتاخدها مع الاكل فحتى لو قللت الاجلوكوز ما انت قاعد بتاكل يعني عادي بتعمل لي ويت جين ما بتلعب اي دور في الليبد تمام وهي مور سيف دان السالفونيل يوريا للاشخاص اللي بيكون عندهم الكريتينين مرتفع يعني اللي بيكون عندهم رينال امبيرمنت ما هو متى الكريتينين برتفع في حالة الرينال امبيرمنت فالميج لتنايد افضل من السالفونيل يوريا تمام طبعا الميج لتنايد بتنتهي بيه اجلينايد اجلينايد ريبا اجلينايد ناتي اجلينايد نيجي برضو على الأدوية اللي بتعمل ألف اجلوكوصيديز انهيبيتور الان الان اخوانا لما انت بتاكل استارش او تاكل نشا لازم هذا النشا اخوانا طبعا النشا عبارة عن مجموعة كبيرة من الجلوكوز مترس مع بعض عبارة عن بوليساكرايد وانتو عارفين البوليساكرايد ما بتقدر تعمله ابزوربشن في الديودينيوم لازم يتكسر الى مونوساكرايد ويصير الى ابزوربشن عن طريق انظيم اسمه اللي رح يكسر هذا النشا اللي رح يعني النشا بيكون عبارة عن بوليساكرايد اجلوكوز مع اجلوكوز مع اجلوكوز مع اجلوكوز بيعمل النشا هذا ما بتقدر تعمله ابزوربشن في الديودينيوم في الديودينيوم فلازم تقصه الى اجلوكوز مونوساكرايد كل اجلوكوز على حدة اللي بده يقصلك لغلوكوز ويخلي هذا لوحده وهذا لوحده وهذا لوحده اللي هو إغلوكوصيداز فإنت بتعمل إنهيبتور للألف إغلوكوصيداز وبالتالي مش راح تكسر النشأ وبالتالي مش راح تعمل أبزوربش للنشأ وبالتالي النشأ راح يخرج في الستول وبالتالي البيك بوست برانديا لغلوكوز راح تقل ليش وهو يا أخوانا كيف كان يرتفع لغلوكوز بعد الأكل مباشرة عن طريق إنه إنت بتاكل نشأ مثلا وهذا النشأ بتكسر وبعد كده بتعمله أبزوربشن في البلد بتكسر لمونوسقرايد وبعد كده بتعمله أبزوربشن في البلد فإنت لو منعت تكسير النشأ إذن النشأ مش راح يصير إله أبزوربشن في البلد راح ينزل في اليورين إذن لغلوكوز بعد الأكل راح يقل من 2.2 ل2.8 يعني راح يقل تقريبا من 2 ل3 تقريبا ميلي مول بير ليتر أما الفاستينج غلوكوز راح يقل من 1.4 ل 1.7 تقريبا نفس أول مجموعة اللي هو الثيازولينيديديديديون بس الثيازولينيديديديون بتقلل لغلوكوز أكتر كمان يعني الألفة هي بتشتغل بشكل أساسي وين هل على الجلوكوز اللي موجود في البلد لا بتشتغل على الجلوكوز اللي أنت أكلته توا اللي أنت إيش أكل ومش على الجلوكوز يا أخوانا على النشا فقط وإنت مش كل أكلك نشا ممكن تأكل جلايكوجين ممكن تأكل لحمة مش كل أكلك نشا عشان كده هي ما بتقلل لغلوكوز بشكل كبير هي ما بتقلل طب ليش ما بتقلل لغلوكوز لأنه إنت مش كل أكلك نشا يا أخوانا وهي ما بتقلل لغلوكوز من البلد هي بتقلل فقط النشا النشا فقط فقط النشا يا أخوانا فقط فهي بتقلل البست براديا لغلوكوز لكن ما بتقلل الجلوكوزم اللي بلضي بشكل كبير يعني تخيل بتجلله من 1.4 إلى 1.7 بس وبتجلل الدكريز من نص لواحد فقط لكن عشان هي بتجلل فالنشا رح يخرج في الستول لما بخرج في الستول بتتغذى عليه البكتيريا فبتعمله فلما تعمله طبعا بتخرج غازات من البكتيريا نتيجة الفرمنتاشن زي مثلا بخرج نتيجة الفرمنتاشن فبيصير عند هذا المريض وبيصير عنده وبيصير عنده دياريا وهو لما النشع يخرج بيسحب معاه المية طبعا اخوانا ما بتلعب اي تأثير على ما بتعمل ما بتعملش لانه ما بتأثر على الانسورين ولا على الريسبتوران تبعة الانسورين ولا على افراز الانسورين ولا على الكلوكوس في البلد كل تأثيرها يخوانا انه بتقلل الابزوربش لنشا لما انت تاكل نشا فقط فايش دخلها في في الليبيد وايش دخلها في الويت جين تمام طبعا هي ما بتعمل بس ما بتعمل ويت لوس هي ما بتعمل يخوانا البيجوينايد البيجوينايد كنا نقول بيعمل ويت لوس لانه بفعل بيعمل ويت لوس زي الميت فورمين والميت فورمين اكستينج ريليز لكن يخوانا الالفا ما بيعمل ويت جين لانه ما بيأثر على الوزن فعشان كده ما بيعمل ويت لوس هو فقط النشا اللي رايح على الديدين يوم بيعمل بيمنع الابزوربش انتبعه فقط طبعا كنت رانديكيشن مع الاشخاص اللي عندهم انفلاماتوري باول دي سيز ليش لانك لما تنزلي الجلوكوز لما تنزلي الستارش في الفيسيز وهذا غذاء للبكتيريا طبعا هو بيصير البكتيريا تنمو اكتر واكتر فبتفاقم مشكلة الانفلاماتوري باول دي سيز الشغل الثانية بيصير بتعملي ديارية والانفلاماتوري باول دي سيز من الاصل كانت تعملي مشاكل أو ديارية تمام ايضا كنت رانديكيشن مع الاشخاص اللي عندهم سيروسيز لانها ممكن تعملي الليفر توكسيك الالفا اجلوكوصايداز انهيبيتور زي دوة الميجليتول و اكاربوز تلا بوز هذا مبوز بوزه اكاربوز اكاربوز تمام مبوز خلصنا يا اخوانا الادوية اللي تأخذ اورل ناخد الآن الادوية الجديدة الادوية اللي نيو ادرق او النافل الادوية الجديدة اللي في منها يأخذ سابكوتينيوص او انجيكشن وفي منها يأخذ اورل تمام ام فيان عندي في الجسم هورمون بشبه لجلوكاجون لكن هو بعمل عكس شغله لجلوكاجون يعني هو بشبهه فبسموه لجلوكاجون لايك بوليبيبطاي هو بشبهه لكن بعمل عكس شغله يعني هذا بيروح على الجلوكاجون وبيعمل انهيبشن للجلوكاجون ريليز وبيروح على البيتاسل تبعت البانكرياس وبيزود من الانسورين ريليز اذا هو بشبه الجلوكاجون لكن بعمل عكس عكس تأثير الجلوكاجون يخونا في عائلة اسمها الانكريتين الانكريتين عائلة كبيرة او يعني اكتر من نوع الانكريتين من هذه الانواع اللي هو لجلوكاجون لايك بوليبيبطاي طايب واحد يعني كيف بيصير القضية القضية لما انت بتبدأ تفكر بالاكل وبالدك تاكل او انت تعمل شيوينج للأكل شيوينج او انت تعمل لما انت يخونا تشم اكل او تنضغ اكل او تذوق اكل او تشوف امك قاعد بتطبخ في المطبخ فيعني انت بتصير تفكر في الاكل اه فبيصير الجسم لديودينيوم خاصة او لما انت تأكل كمان كمان لما انت تأكل والاكل يروح على لديودينيوم لديودينيوم يخونا بتفرز الانكريتين الانكريتين احد انواعه الجلوكاجون لايك بوليبيب طيب طيب واحد الانكريتين بروح على البيتاسل وبيخليها تفرز الانسولين فبيقولولها يا بيتاسل جهزي حالك حييجي دفع اجلوكوس كبيرة فجهزي حالك عشان تصنع لانسولين كبيرة عشان يروح ايش يقلل الاجلوكوس في البلد فالانكريتين ايش وظيفته وظيفته زيادة صناعة الانسولين في في البلد في البلد الانكريتين ايش وظيفته يروح على البيتاسل عشان تصنع من افراز الانسولين طيب هقيت ايش قالوا العلماء قالوا العلماء ممكن انا اسوي دواء خارجي عبارة عن انكريتين دواء من الخارج عبارة عن انكريتين طبعا الانكريتين عبارة عن بروتين يعني عبارة عن هورمون بوليبيبتايد لو انت اخذته اورل بتكسر في الاستمك فلازم تاخده انجيكشن طيب علماء ثانيين قالوا طب استنى في انا عندي انزايم الداي بيبتدل بيبتايديز طيب فور هذا الانزايم كانت وظيفته يكسر الانكريتين انت ايش سوي اعمل بلوك لهذا الانزايم فمش راح يتكسر الانكريتين طبعا لما انت بتعمل بلوك لهذا الانزايم هذه الادوية اكيد هتكون اورل لانه هذه الادوية لا هي عبارة عن بروتينات ولا هرمونات عبارة عن ادوية بتعمل بلوك للانزايم نيجي على اللي بيبتايد طيب واحد اغونيست طبعا هدولة انت كلهم اخوانا هذه الادوية انا بستخدمها في الديابيت طايف 2 طبعا هي بتزود من انكريز بانكرياس سكريشن اوف دي انسولين هذه الادوية بتروح على البيتاسل بتخلي البيتاسل تفرز ايش الانسولين بما انها بتخلي البيتاسل تفرز الانسولين اذا ممكن تعمل هيبوك غريسيم هاي الشغل الاولى الشغل التانية لانه هذه الادوية بتروح على البيتسل وإنت رح تضلك تاخدها على مدار سنوات فكل شوية تروح على البيتسل يا بنت المحترمة إفيرز الإنسولين فبالظلة يا أخوانا تعمل لي استيميوليت للبيتسل استيميوليت للبيتسل مع قثرة الاستيميوليت ممكن يا أخوانا تعمل لي بن كيرياطايتست تعمل لي أيش بن كيرياطايتست تمام طب واحد بسألني سؤال يعني تمام يعني بتعملي بنكريا طايتس طيب طبعا هي بتقلل الباضي ماس وبتقلل الهيمو جروبين اي وان سي وبقلل السيستوليك بلد برشر وبتحفز من البيتا سيل تبعة البنكرياس انه تفرز ايش الانسولين هم عبارة عن دوين دوة ليرا اكلو تايد ودوة اكسي اكسي نا تايد يعني بتنتهي بيه تايد طيب ليرا اكلو تايد اكسي نا تايد الليرا اكلو تايد سبكوتينيوس جرعة كل يوم جرعة في اليوم فقالوا انا بدي كل يوم اغزغز المريض لا قالوا طيب اكسي نا تايد اكسي نا تايد بس من ايش من الاكستندد ريليز سبكوتينيوس جرعة كل سبعة ايام جرعة كل ايش سبعة ايام اخوانا لاحظ هنا الاكسي نا تايد اكسي نا تايد اين موجودة الاكسي نا تايد منه دوين الاكسي نا تايد منه ايش دوين دوى منسميه اكستند ريليز اكسي نا تايد هو جرعة كل اسبوع ودوى اكسي نا تايد عادي مش بالاكستند ريليز وهو بناخده مرتين في اليوم مرة صباحا ومرة ايش مساءا مرة ايش طبعا هو يؤخذ قبل الاكل يؤخذ ايش قبل الاكل اما اللي يرى ايكسي نا تايد لا يؤخذ قبل الاكل لا يؤخذ قبل لا يعني عادي عادي يعني عادي وقت ما بدك сор서 اكسي نا تايد قلنا منه نوعين ياخوانا لما احنا بنقول اكستند ريليز انه احنا بنحط الدوء منحط الدوء بفورميوله هادي الفورميوله بتخلي الدواء شوي شوي يعمل ريليز يعني أنا هذا الدواء بعطيله صبكه تاني وص هذا الدواء يأخذ صبكه تاني وص فلما بأعمله extend release لما أنا بحقن المريض صبكه تاني وص بخلي الدواء شوي شوي يعمل liberation من الصبكه تاني وص ويروح على البلد هذا معناته extend release أنا ما بلعب في تركيب الدواء إطلاقا يخوانا الجرعة الوحدة حقها 323 دولار 323 دولار كل 4 جرعات كل 4 جرعات لكن على مدار السنة بدك 4200 دولار على مدار فهذه الأدوية يا إخوانا غالية جدا لكنها فعاليتها بشكل خرافي قوية فعاليتها بشكل خرافي قوية لكن على مدار السنة 4200 دولار لأنه 323 دولار لكل جرعة لكل أربع جرعات لكل أربعة دوز لكل أربعة دوز نجعلها بعمل انهيبشن للضايب بابتدل بابتدايز طايب فور عشان يعمل بريفنت الديقراديشن للإنكريتين إقلوكاقون لايك بولي ببطاي طايب واحد اللي هو بتنتهي بإقليبتن إقليبتن إقليبتن اللي هو سيتا إقليبتن فيلدى إقليبتن وهما أورال أورال سيتا وفيلتا فيلدى إقليبتن سيتا وفيلدى إقليبتن أورال كمان تمام الآن في أنا عندي رجيت إخوانا إنتوا عارفين الجلوكوز بيصير إلو re-absorption في الرينا 90% أو أكتر من 90% من الجلوكوز بيصير إلو re-absorption في البروكزيما الكونوفيوليتد اتيوبيول عن طريق عن طريق حجم نسميها ال CGLT CGLT يعني هذا اللي بيعمل re-absorption للجلوكوز هذا موجود في البروكزيما الكونوفيوليتد اتيوبيول اللي هو صوديوم جلوكوز ترانسبورتر طايف 2 موجود في البروكزيما الكونوفيوليتد اتيوبيول وبيعمل re-absorption ل 90% من الجلوكوز فأنا بروح بصنع دواء بيعمل انهيبشن لهذا CGLT وبالتالي مش رح يصير انت عندك re-absorption للجلوكوز مش رح يصير re-absorption للجلوكوز طبعا يخوانا انت لما تقول لي 90% من الجلوكوز بيصير الها re-absorption عن طريق الصوديوم جلوكوز كو اترانسبورتر كو اترانسبورتر يعني عن طريق هذا CGLT طايف 2 بيعمل re-absorption ل 90% من الجلوكوز وانت تيجي تعمله ابلوك او انهيبشن اذا انت بتقلل من الجلوكوز من البلض بشكل كبير يخوانا انت انتو عارفين كل بلض في نهاية المطاف بتصفى في الرينل بتصفى في الرينل حاجاتي الجلوكوز بيصير اله re-absorption والاماين واسد طبعا بيصير الها re-absorption احنا الان على الجلوكوز في البروكز اكتر من 90% من الجلوكوز بيصير الها re-absorption فانت لما تيجي تعمله انهيبشن لهذا بيصير كمية كبيرة من الجلوكوز تنزل في اليورين تنزل في اليورين فبيصير انا عندي انكريز glوكوز 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 يوريا تمام وبالتالي بتقلل اللي بلازمة جلوكوز بشكل كبير فممكن تعملي هايبو غليسيميا وغير كده انت بتقدم قاعد جلوكوز ل للكانديدة اللي موجودة في الفجائنا تبعة الفيميل فبتعملي وكمان انت قاعد بتقدم جلوكوز للبكتيريا اللي موجودة في اليورين فبتعملي وطبعا بتعملي طبعا في بيضل هدولة يا اخوانا معليش بتشوفوهم يعني يعني مثلا الصلفون اليوريا وال الجلينايد الجلينايد الصلفون اليوريا بيعملي هايبو غليسيميا هو اشهر واحد بيعمل هايبو غليسيميا الجلينايد بيعمل هايبو غليسيميا لكن رير وهو اقل من الصلفون اليوريا وهو شورت اكشن هو ايش شورت اكشن يعني تمام الالفا الالفا او او الادوية تبعت ال داي بيبتدل بيبتدل بيبتايداز انهيبتور هدولة عنيدها الرسك ل البنكريا تايتست عنيدهم الرسك ل البنكريا تايتست الان الادوية اللي بتعمل صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر ابلوكر هذه الادوية يا اخواننا لانها بتعمل طبعا بتأخذ مرة في اليوم مرة ايش في اليوم مرة في اليوم وهي تأخذ في الصباح لكن يا اخواننا طبعا عند الاشخاص اللي عندهم مشاكل في الرينال لكن عشانها بتعمل بوليوريا ممكن تعملك هاي بوتينشن عنيفة لانه كل جلوكوز رح يخرج في اليورين رح يشفط مع المية وانتو عارفين يا اخواننا اصلا كان اصلا اسمها صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر اذا منعت طبعا ايش يعني كو ترانسبورتر يعني بيصير ري أبزوبش للصوديوم وري أبزوبش للجلوكوز اعيد ايش يعني كو ترانسبورتر ايش يعني الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر كو ترانسبورتر يعني مع بعض يعني ري أبزوبش للصوديوم وري أبزوبش للجلوكوز فلما انت تعملها بلوك رح يقل الأبزوبش للصوديوم ويقل الأبزوبش للجلوكوز وتخرج المية في اليورين يعني هاي بوتينشن نتيجة نقصان الري أبزوبش للصوديوم بيزيد الري أبزوبش للبوتاسيوم بيزيد الري أبزوبش للبوتاسيوم فتعمل لي هاي بر كاليميا تعمل لي هاي بر كاليميا طبعا وهذه اخوانا برضو مرة في اليوم مرة ايش في اليوم يعطيكم العافية جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته